الحكومة بتتحرق معايا كل ما يعملوا هو اللسه طب بتتحرق ليه؟ عشان متتحرقش مصر أنا ضيعتكم قدمت نفسي بالجيش فدى المصر كان عندكم مشاكل في الطاقة وفي الوقود خلصة والا الكهرباء ليست بتتقطع كان عندكم مشاكل مع الإرهابيين قتلوا أبنائنا سبناهم وضيعناكم أبنائكم ضحوا من أجلها عشان هي تستقر رهاني كان دائما على المصريين وعيوه انت على شعب كاستعداد لتحمل تكاليف الإصلاح طب لما عملنا كده نجحنا تسبنا وقفنا على رجلينا هنعمل بفضل الله كل شيء جميل لبلدنا لما الدنيا هتحطار في اللي احنا بنعمله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة